فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله عليكم قال رحمه الله فصل لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة بدأنا بدكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة علمنا فيما سبق أن الله حرم التشبه بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم حرم قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلهوا من بعد ما جاءهم البينات والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار فهذه قاعدة عامة النهي عن التشبه بوجه عام لكن الشيخ الآن رحمه الله يريد أن يذكر التفصيل في هذا بعد الإجمال يذكر التفصيل في هذا الأمر لأنه الحقيقة أمر جدير بالعناية والاهتمام لأن كثيرا من المسلمين مع تطاول الزمن ذابت شخصيتهم مع الكفار وقلدوهم وتشبهوا بهم واعتبروا أن هذا من الرقي والتقدم والحضارة وكأن الإسلام ما جاء برقي ولا جاء بتقدم ولا جاء بحضارة وإنما تطلب من هؤلاء